اشتركوا في القناة والبداية من شبكة الشام الإخبارية ونطالع في أبرز عنوينها وزير الخارجية الإيطالي لا نريد تقسيم سوريا إلى دولات طائفية وجاء في تفاصيل الخبر أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني أهمية الحفاظ على تماسك الدولة السورية ورفض وجود دولات كردية أو شعية في سوريا وقال جينتيلوني في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي لا ريب هناك مخاطر من وجود قوى انفصالية في سوريا لكن يجب علينا أن لا نستسلم ولا أن نشجع مثل هذه التوجهات وأضاف بعد شهر من الآن ستمر ذكرى مئة عام على ما يسمى باتفاقية سايكس بيكو تقسيم الشرق الأوسط بين لندن وباريس والتي انطوت على أخطاء استعمارية ضخمة ولكن تصور العودة إلى رسم خرائط المنطقة ستكون له نتائج معاكسة فنحن لسنا بحاجة لدويلات كردية أو شعية أو سنية ونطالع في عنوان آخر بريطانيا قد نستقبل أطفالا سوريين من دون ذويهم حيث قالت وزير التنمية الدولية البريطانية جاستين جرينجينغ إن بلادها قد تستقبل أطفالا فروا من الحرب الدائرة في سوريا وسافروا إلى دول أخرى بأوروبا وذكرت أيضا أن الحكومة تدرس ما إذا كان بإمكانها بذل المزيد لمساعدة حوالي ثلاثة ألاف طفل فروا من الصراع من دون أسرهم وهم الآن في أوروبا وردا على سؤال ما إذا كانت الحكومة أوشكت على قبول دعوة من جماعات الإغاثة لبريطانيا باستقبال الأطفال قالت الوزيرة إن هذا ما نقوم به وأعتقد بأنه التصرف الصحيح وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سابقا إن بريطانيا ستستقبل عشرين ألف لاجئ على مدى الأعوام الخمسة المقبلة من مخيمات في الشرق الأوسط ونقرأ أيضا في عنوان آخر إيران تستعين بالمقاتلين الأفغان في حربها ضد الشعب السوري وجاء في تفاصيل الخبر تجند إيران أفغانا شيعة في وحداتها التي تحارب في سوريا ويقدر تعدادها بعشرات الألاف من المقاتلين وتمنحهم رواتب شهرية للمشاركة في الحرب في صفوف الميليشيات الموالية لقوات الأسد وقالت وسائل إعلام إيرانية إن هناك نحو عشرين ألف مقاتل منضمن لما يعرف بلواء فاطميون المشكل من متجنسين إيرانيين من أصول أفغانية يعيشون في إيران وآخرين جاءوا من أفغانستان وقال عضو الهيئة السياسية في اتلاف المعارضة السورية أنس العبدة إن أربعة أفغان شيعاء أسروا قبل عدة أيام في رف حلب الجنوبي مشيرا إلى أن هناك مقاتلين من لبنان والعراق وباكستان والصين إضافة إلى المقاتلين الإيرانيين يحاربون إلى جانب النظام السوري وبالانتقال إلى صحيفة عنب بلدي نقرأ في العناوين اتفاق بين النصرة وأحرار الشام لإنهاء الخلاف في سلقين وجاء في تفاصيل الخبر وقعت جبهة النصرة وحركة أحرار الشام اتفاقا خطيا لإنهاء الخلاف بينهما في بلدة سلقين وحارم وأدت إلى اشتباكات ومقتل قيادي في النصرة واتفق الطرفان وفق بيان نشره أبو اليزيد تفتناز مسؤول المكتب الإعلامي لحركة أحرار الشام مساء الأحد على تسليم المسؤول عن مقتل القيادي أبو مسلم الديري إلى جهة ثالثة هي كتائب الإيمان وبحسب البيان اتفق المواقعون على تشكيل لجنة شرعية لحل الخصومة والإفراج عن الموقفين من الطرفين على أن يلتزم بتمفيذ بنود الاتفاق بالترتيب ومثل طرفين أبو علي القصير من جانب جبهة النصرة وهو أمير قاطع الحدود وأبو طالب العسكري العام للقاطع في حركة أحرار الشام وفق ما جاء في البيان ونقرأ في عنوان آخر قتلى في انفجار استهدف حياً مسيحياً في القامشلي وجاء في تفاصيل الخبر لقي ثلاثة مدنيين حتفهم وأصيب آخرون جراء انفجار حقيبة أمام مقهى للأنترنت في حي الوسطى بالغالبية المسيحية في مدينة القامشلي شمال الحسكة وفدت مصادر متطابقة أن الانفجار الذي حدث مساء أمس الأحد أوقع نحو عشرة جرحى أيضاً وتسبب بضرر مدين كبير في مقهى الانترنت الواقع في شارع ميامي وسط الحي وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة نقلت أيضاً عن مصدر لم تسمه مسئولية التنظيم عن التفجير دون معلومات إضافية حتى لحظة الآن عن هذا التقرير ويعتبر الاستهداف الثاني من نوعه لحي الوسطى بعد تفجيرات رأس السنة حين سقط قتل وجرحى تابعه فرض عناصر مسيحية مسلحة حواجزة على أطراف الحي أدت أيضاً إلى اشتباكات مع عهدات حماية الشعب الكردية وتوتر أمني بين الطرفين وبالانتقال إلى موقع كلنا شركاء نطالع في العناوين مرحل بقاعي اخترت أن لا أكون جزءاً من منظومة المفاوضات بوضعها الراهن وجاء في تفاصيل الخبر كتبت مرحل بقاعي على حسابها في فيسبوك في ظل هذه الظروف المربكة لكل الأطراف اخترت أن لا أكون جزءاً من منظومة المفاوضات بوضعها الراهن لا من قريب ولا من بعيد أنصح زملائي في المعارضة أن يختاروا بين الذهاب إلى جينيف ضمن هذه الشروط المبهمة فيصيروا بيادقة على رقعة شطرنج الدول أو أن يبقوا بصف نبض الثورة فيذكرهم التاريخ قادة وطنيين تحيا سوريا سيدة حرة مستقلة ونقرأ أيضاً في عنوان آخر 12 فصيلاً ثورياً يعلنون الحرب على حركة المثنى الإسلامية حيث أعلن 12 فصيلاً عسكرياً ثورياً يوم الأحد الحرب على حركة المثنى الإسلامية حتى يسلموا أنفسهم لدار العدل في حوران واعتبروا الحركة عدواً صائلاً على المسلمين ويجب عليهم قتالها وجاء في بيان وقع عليه 12 فصيلاً ونشرته بعض الفصائل على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنه بعد اعتداء حركة المثنى على بلدة نصيب وثوارها أعلنت الفصائل المواقعة على البيان أن حركة المثنى عدو صائل على المسلمين ويجب عليهم رد صيالهم وإعلان الحرب عليهم حتى يستسلموا ويسلموا أنفسهم لدار العدل في حوران ووقع على هذا البيان كلهم من جيش اليرموك وجيش الإسلام ولواء المهاجرين والأنصار وفرقة شباب السنة ولواء أحرار الجنوب وفرقة فلوجة حوران وفرقة خيالة الزيدي وفرقة أسود السنة وفرقة عمود حوران وفرقة صلاح الدين وفرقة فجر التوحيد وفرقة المدفعية والصواريخ وبالانتقال أيضا إلى موقع أوريانت نت نقرأ في العناوين عائلات سورية تبيت في العراء تحت الثلوج على الحدود التركية وجاء في تفاصيل الخبر بات أكثر من خمسة ألف مدني سوري من مدينة الباب وريفها ليلتهم عالقين على الحدود السورية التركية للأسبوع الثاني على التوالي في انتظار أن يسمح لهم بالدخول بينما تزداد الأحوال الجوية سوءا مع بدء تساقط الثلوج وتوقع ناشطون أن تزداد أعداد النازحين إلى الحدود حيث يقتن نحو 150 ألف نسمة في ريف حلب الشرقي الذي يشهد معارك محتدمة وقصفا جويا روسيا للتمدد في المنطقة وجاء في عنوان آخر رحيل آخر المغنين في عاصمة البراميل المتفجرة وجاء في تفاصيل الخبر لم ينتظر سليم الديراني صاحب الحنجرة الذهبية مطولا ليلتحق بأخواته وابنة أخته الرضيعة اللواتي استشهدنا ببرميل متفجر فلم يمضي الشهر حتى اغتاله رصاص قناص في مدينة داريا بريف دمشق سليم الذي أبكى سوريين بشجن صوته وهو محاصر في مدينة اجتمعت بها كل أسباب الموت لم يتوانى يوما عن الحفاظ على صوت الثورة في داريا حتى بعد استشهاد عائلته كان مقتنعا أن الأغاني ما زالت ممكنة بالرغم من القصف والحصار والجوع والموت وأن أنغامه ستجعل العالم يصغي لأوجاع داريا ونقرأ في عنوان آخر أوني أوريانت نيت تكشف عن فضائح منظمات الأمم المتحدة في سوريا حيث أكد مصدر مطلع لأوريانت إن فشل الأمم المتحدة بالقيام بواجباتها أعمق مما كشفته معدة التقرير الاستقصائي جين برندلي في مقالتها التي نشرت في البزيفيدي نيوز في الثاني والعشرين من يناير عام 2016 وأشار المصدر إلى أنه لا وجود للهيئة العليا لشؤون لاجئين شمال سوريا وقال مضيفا إن مخيمات اللاجئين داخل الحدود السورية هي ملك للقطاع الخاص وإن فئة النفعيين من الحرب يديرون تلك المخيمات ويؤلبون المنظمات غير الحكومية على بعضها بعضا وتابع القول إن الخيام المبنية في مخيمات النازحين السوريين زودت من الهيئة العليا لشؤون اللاجئين ولكن كان ذلك جزءا من التزامهم وقال المصدر لقد كانت الهيئة العليا لشؤون اللاجئين تعيق جهود المنظمات الغير حكومية مرارا للحصول على مساعدات عبر الحدود التركية وذلك بدلا من أن تذلل الصعاب وإن حال النازحين في الداخل السوري كان أفضل لو أن الهيئة العليا واليونسيف خرجت من المشهد وأرغمت مجلس الأمن على التدخل والتعامل مع الفضاعات والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام بشار الأسد منذ عام 2011 وبهذا العنوان مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم دمتم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله